الجوية الجزائرية بأي مرتبة في آخر إحصائيات التي قامت بها الجريدة الإلكترونية العالمية آخ جورنال حيث والتي صمفت شركات الجوية للطيران حسب نوعية الخدمات واحترام الموعد ورقة في الموضوع مع أحمد قارا يبدو أن الجوية الجزائرية تدفع ثمن سوء التسير والذي أظهرته جلياً الجريدة الدولية آير جورنال المختصة في مجال الطيران ففي آخر الإحصائيات لم تتمكن الجوية الجزائرية من الحصول على أي مرتبة من حيث نوعية الخدمات واحترام المواقيد ما كانش فيه تأهيل للموعد البشري لكن بالنسبة الخدمات وبالنسبة أقوى المواعد لركوب الزبائل بالنسبة كذلك الاستقبال الزبائل بالنسبة الأفعار هذا نبقى وعليه كثير الترتيب الذي جاءت به الجريدة الدولية زادت من مأساة الجوية الجزائرية وبينت صورتها الحقيقية بل أكثر من ذلك حلت أضعف الشركات الإفريقية للطيران على شاكلة إثيوبيا للطيران التي جاءت في المرتبة الرابعة وأقل شأن منها المغربية للطيران في المرتبة الثامنة الجزائر الأسف الشديد الشركات الطيران مثل نحكم الحطوط الجوية الزائرية لأنشئت في الخمسينات لعند أكثر من ستين سنة نرغب بالكثير من الشركات الآن الخارجية أو الإفريقية أحسن بكثير من هذه الشركة لعدة عوامل لما نشوف مثلا ما ٦٢ حتى ٢١١٤ أو ٢١١١٤ لترون أوفر المدين العامين اللي يمروا على الشركة يعني كثير يعني الاختيار ما كانش مناسب بالنسبة للمدين العامين للشركات الجوية الجزائرية التي يزداد وضعها تدهورا يوما بعد يوم طالما كانت تسيير النقطة السوداء في شركة بحجم الجوية الجزائرية فهل الوافد الجديد على أتم الاستعداد لرد الاعتبار للشركة التي تعد المرآة العاكسة للدولة الجزائرية في الخارج